جل عدو الغدار أجماء خاصة يعيشها الحلبيون في شهر رمضان وتعطي طقوسه كالخيمة الرمضانية والمولوية والحكواتية رونقا مميزا للاحتفال به وتجعل منه شهرا محببا لدى الجميع نقدم سكتش في وزير رمضان تضمن عدة فقارات الفقرة مولوية فقرة الحكواتي الستاند أب اللي هي الشخصيتين بحاك والواقع الحالي هي تجربة أولى بمدينة حلم لأول مرة بتصير والحمد لله لقيت بالي كتير حلو طبلة المسحاراتي خلال الشهر الفضيلة وصوتها المترافقة مع ما يردده المسحر من عبارات يحملها نسيم الليلة إلى آذان الناس هي أحدى الطقوس الدائمة ذكرنا بتراسنا بتركلنا مدينتنا العديمة وذكرنا بتاريخنا الحلو شهر الخير شهر البركة شهر المودة العلاقات الاجتماعية بترجع التجدد من أول وجديد نحن نستنى رمضان من السنة للسنة لأنه في الكلوري بنعيشه السنوي فيه هو اللي بيكسر روتين الحياة اليومي وهالظروف اللي عشناها آخر فترة طقوس رمضان بتكمل بوجود الحكواتي بوجود التخت الشرقي نسافر تصار لي سنتين وجاي لهنا كرمال لأنه عيش الأجواء الناس بالسوء يعني بيأذن المغرب ولسه فيه ناس وعالم مبسوطين بالأجواء اللي عم تصير وخصوصا برمضان أجواء حلوة ومتميزة بالتخت الشرقي بالحكواتي هالله يرجع لعم السلام متل قبل ونرجع هيك رمضان متل أيام زمان ما رح إلا غير الألفة بس عم نطلبها متل أيام زمان تكون رمضان مبارك يمد شهر رمضان جناحيه كل عام لينقل السوريين عبر تقوصه إلى أجوائه العطرة ونفحاته المباركة التي تغمر كل من يتفيأ ظلال هذا الشهر الكريم تقوصا تحاكي الأصالة والتاريخ لا يزال الحكواتي يقص من خلالها القصص الشعبية ليضع رواد هذا المكان بعضق الماضي وليد هناي الإخبارية السورية حلب